السلام عليكم متابعين الكرام بيوت تسكنها الشياطين ولا تدخلها الملائكة أبدا أخبرنا بها النبي احذر أن يكون بيتك منهم ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمنا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات كما يمكنكم متابعتنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك اعرف دينك لتشاهدوا فيها كيف يموت إبليس سؤال خطير تستحي أي فتاة أن تسأله من هم الصابئون المذكورون في القرآن لماذا خلق الله الخنزير وحرمه لماذا يرى الإنسان ملك الموت قبل موته بلحظات كل هذا وأكثر ستجد روابطه في وصف هذا الفيديو أولاً عدم التسمية عند دخول البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم فكم من الناس ينسى أو يتناسى أن يسمي الله فتدخل معه الشياطين ثانياً وجود صور وتماثيل في البيت قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير متفق عليه لقد أصبحت البيوت الآن مليئة بالصور صور أشخاص أو تماثيل أو غير ذلك مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثانياً عند إتيان الرجل أهله قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه فهل يسمي المسلم عندما يأتي أهله رابعاً وجود آلات الطرب والغناء في البيت فتجد الموسيقى والغناء في كل شيء في التلفاز والراديو والجوال وغير ذلك من الآلات حتى أصبحت تملأ أوقات الكثير من الناس ألم يسمع هؤلاء قوله تعالى ومن الناس من يشتري لخوة الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين وقال صلى الله عليه وسلم سيكون من أمتي قوماً يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فتجد الشيطان قد تمكن من قلوب أصحاب هذه البيوت لتعلقهم بغير ذكر الله خامساً عدم ذكر الله في البيت وخاصة تلاوة القرآن قال صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتبت له بها عشر حسنات وحط عنه بها عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها إذا أمسه كان له مثل ذلك حتى يصبح صححه الألباني في صحيح الجامع وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فقد رتب صلى الله عليه وسلم على ذكر الله وقراءة القرآن في البيت وخاصة سورة البقرة ألا يدخله الشيطان لأن الملائكة تتنزل بالسكينة عند الذكر وتلاوة القرآن سادسا عدم آداء الرجل لصلاة النافلة في البيت قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه مسلم لأن الصلاة بركة على أهل البيت وتعليما للصغار ومطردة للشيطان سابعا عدم ذكر الله عند الطعام قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله رواه أبو داود وصححه الألباني في سنن أبي داود ثامنا عدم ذكر الله عند النوم قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله أن حلت عقده فإن توضأ أن حلت عقده فإن صلى أن حلت عقده فأصبح نشيطا نفسي وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلان رواه أبو داود وصححه الألباني في سنن أبي داود وقال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه صححه الألباني في صحيح الجامع تاسعا عدم حفظ الأولاد من الخروج عند دخول الليل قال صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فقلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم صححه الألباني في صحيح الجامع فهذه بعض أسباب دخول الشياطين في البيوت وإلا فالأسباب كثيرة وأدلتها من الكتاب والسنة كثير عباد الله إن المعاصي شؤوم على العباد في حالهم ومآلهم ومن استمرأها كان قريبا من عذاب الله وكم نرى من الناس من يؤمن من مكر الله بالاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة وهذا وهم كبير وقال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وفي الحديث إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك منه استدراج ثم تلاقوا له تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي آيسون من النجاة وكل خير سديد ولهم الحصرة والحزن والخزي لاغترارهم بترادف النعمة عليهم مع مقابلتهم لها بمزيد الإعراض والإدبار ومن ثم قال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه مكر به فلا عقل له وقال في قوم لم يشكروا مكر بهم ورب الكعبة اعطوا حاجاتهم ثم أخذوا نعوذ بالله من الخزلان والحول بعد الهداية فاحذروا يا عباد الله من الغفلة والإعراض عن أوامر الله والوقوع في معصيته فإن في ذلك الهلكة والخسران إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعمنا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر